اشتركوا في القناة وطبعاً لو أسلم عمر القوي الشجاع بتكون نقلة نوعية في الإسلام كمل لنا يا بخارد بعدها شو صار حياك الله يا راشد بس موقف على كلمة شجاع لسيدنا عمر بالفعل شجاع قضية أن نفكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته ما حتفكر أصلاً وحتى قريش راح نجي في السلسلة يعني لما فكرت أنها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت وأتت من كل قبيلة برجل من خوفهم لكن عمر لما قرر قتل النبي صلى الله عليه وسلم تره الوحيد اللي قرر شلسيفه راح شلسيفه راح وكان هدفه أيضاً القبيلة والعشيرة دخل سيدنا عمر رضي الله عنه طبعاً أول ما دخل عمر قولاً النبي صلى الله عليه وسلم أمامه النبي مباشرةً بادر وجذبه جذبة شديدة وقال ما جاء بك يا عمر ما أراك تنتهي حتى ينزل الله عليك قارعة تهديد فقال عمر يا رسول الله جئت لوؤمن بالله وبرسوله هنا من الفرح كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيراً الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل من في البيت علم أن عمر قد أسلم يعني عمر أسلم هذه من أقوى الأخبار ذي كل فترة أكيد وبعد إسلام حمزة والآن يسلم عمر هذه قارعة أصابت قريش عمودين عمودين شوف يا براشد ما في حد حتى الآن في إسلامه كل هذا الاحتفال ولا أحد يعني روي عنه أنه في إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويفرح والفرح ينتشر لا والإسلام ينتشر شوف 180 درجة الآن تغير قبله شوي كان معادل الإسلام وأهل الإسلام الآن مدافع عن الإسلام وأهل الإسلام يعني قبل ساعاته جاي يذبح الرسول جاي يذبح الرسول الله أكبر عمر حدث مختلف في إسلامه في حياته كلها عمر ملف مختلف عمر مباشرة أن يبينشر الخبر الآن قال من أكثر واحد في قريش ينقل الأخبار من أقال حتي من أقال حتي قاله وجميل الجمحي هذا أكثر واحد ينقل الخبر قالت الجزيرة تمشي بالضبط راح قال لأشوف ترى أنا دخلت في دين محمد أنا أسلمت مباشرة على أسواق قريش عند الكعبة جميل يمشي الآن رايح صوب الكعبة وعمر وراه ظاهر عمر يديش بيقول فبدأ يحدث الناس وينادي به على صوته إن عمر قد صبأ عمر وراه قال لك كذبت ولكنني أسلمت هي صبأ معنات أنه طلع من دين الأصنام طلع من دين قريش ودين الأصنام لحظة بس هذا الشيء يبين أن عمر يعني بعد من شجاعته نعم أنه لا 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 تقول صبأ أنا أسلمت كلهم أسلمت نعم يبي يوصل المعنى من الأخير وين في نوادي قريش وتجمعاتها وهذا طبعا تحدي هذا ما صار من قبل لحد الآن اللي يسلم ينخش واللي يسلم يتعبد بين الجبال بقوة هذا هو عمر حيننا نتأكد ليش الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا نستانس على إسلام عمر الله أكبر جان القوي اللي يمشي بين الكفار ويقول لهم أنا أسلمت الله أكبر الله أكبر ومن هنا بدأت عزة الإسلام واللي كان بالسر الآن على العلم صح عمر طلع وأعلم ما في أحد كان يأمن يصلي الآن عمر خلاص تعالوا صلوا ما عندكم مشكلة عمر موجود معنا الآن يا رجل مثال واقعي للتقريب للشباب لغة الكرة لو أنه نادي مثلا من الأندية جاب للاعب محترف مثل ميسي مثل ميسي يصير في رصيد النادي هذا يكبر طبعا يكبر حتى اللعيب اليوم ولا زيد ثقتهم الله عمر لاعب محترف أنتوا لاحظوا أن أمثلت الكرة ما تروح مني من محمد عدنان ومن بخالد افتكت من محمد عدنان لكن احترافية عالمية إلى قيام الساعة سيبقى عمر ولا نيتغير طبعا قريش حسوا أنه ما عليش حتى لو عمر بس في تحدي لكرامتنا وهيبتنا فقاموا على عمر ضرب قامت بينهم على طول وعمر رايح لها أصلا فما عنده مشكلة استمر الضرب والقتال بينهم ليه ما عمر تعب واحد بروح فجلس وهم على رأسه مع هذا التعب ش قال لهم يعني رجل مختلف قال افعلوا ما بدا لكم سووا اللي تبونا سووا اللي تبونا أنا جالس هنا جاء شيخ العاصب نوائل رجل يعني وقور وقال للناس مه دعوه وشأنه رجل اختار لنفسه دين وبعدين بني عدي بيتركونكم لو ذبحتوا تركوه إذا ما تبون المشاكل إذا ما تبون المشاكل تركوه هنا عبد الله بن عمر يقول في رواية له يقول فانخلع الناس وانخلع الناس كأنك تخلع شيء يعني سرعا صرفو لأن فيها قصة بتصير وعمر رقم مع بني عدي فانخلع الناس شوف الآن هذا الرجل اللي أزال عن عمر هذه الإشكالية عبد الله بن عمر يقول أنا كنت شاب صغير فأسأل أبوه يقول من ذاك الرجل؟ فقال العاصب نوائل لا وفقه الله نحن دافع عنا المفروف دافع عنا فيفترض أنه ما يسمع الكلمة هذه الترادف مش صحيح ويدع صبع ايه ليش هذا الكلام طبعا بعدين لما نزلت فيه إن أعطناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر قال يا بني إن القرآن ذمه فلا أمدحه وإن صنع إلي معروفا يا أخي عمر المعيار معيار قرآن المعيار معيار دين لا والله هذا قدم لي مصلحة مع ليش قال لا ذمه القرآن أنا أذم حتى نقدم لي مصلحة بس عفونا الأبتر ما منزلت في أبو لهب شوفوا راشد لما النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر من عنده كلهم تكلموا ولكن نزلت في هذا الرجل اللي هو العاصب نوائل صحيح زيني الحين عمر رضي الله عنه يا خلاص أسلم يا أسلم من القصة من الحين ورايح بنقول رضي الله عنه رضي الله عنه لاحظوا نحن راكزين ووقت الشخص ما يكون مسلم ما نقول رضي الله عنه عشان تمشون معنا صح في القصة عمر شسوا بعدها طبعا ما زال الإيمان يطبخ ويبي الكل يعرف بهذا الخبر ورأس الكفر وفرعون هذه الأمة من أبو جهل أبو جهل هل حافظها طبعا أبو جهل ما حضر المشهد هذا فعمر رضي الله عنه قرر روح للبيت وبشرة بهذه البشارة فذهب إلى بيته بجهل ضرب عليه بابه فخرج فقال مرحبا بابني أخي طبعا هو يظنه ما زال على الكفر وما زال تعذيبه في بني عدي شغال فقال ما جاء بك قال سيدنا عمر يقول جئت لأخبرك أنني قد أسلمت وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بكل ما جاء به أبو جهل ما شبه يسوي كفخ الباب مثل ما نقول ضرب الباب في وجه عمر وقال قبحك الله وقبح ما جئته به أحب أبو جهل والكلام اللي سمعناه عنه وبشجاعته أخرتها بس قال كلمتين وسكر الباب فيه عمر عمر اللي عند الباب ما قدر له طبعا مع أنه لو نحسبها شجاع قدام شجاع نعم من هذه اللحظة من إسلام عمر بدأت الشعائر الجماعية حول الكعبة تقام يعني انتهى الخوف وبدأت للإسلام قوة سيدنا عبدالله المسعود رضي الله عنه يقول إن إسلام عمر كان فتحا وهجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه الله أكبر يا عمر شوف يا براشد حتى الآن ست سنوات من الإيذاء والتعذيب في المسلمين النتيجة النهائية إسلام حمزة وإسلام عمر فالجماعة شافهم وفايدة التعذيب ما نفع فلابد أن نحن نضيف أشياء أخرى مثلا نطلب معجزات إغراءات ترهيب ترغيب مساومات بدأوا الجماعة يشتغلون عليها لأن يخوي في منطق القوة في قوة المنطق الآن اللي معه محمد صلى الله عليه وسلم قوة المنطق لذلك من عنده قوة المنطق لا يهزم أحيانا الباطل تراه قوي لكنه في الحقيقة ضعيف وأحيانا تشوف الحق ضعيف لكنه في الحقيقة قوي شوف خيب راشد الآن الجو ليس عداوة من محمد صلى الله عليه وسلم لبيئته وقبيلته وإنما كل ما كان يبذله ويبذله هو رحمة بهم وهداية لهم يكسبوا الدنيا والآخرة وهو كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا العرب يحبون السيادة والتملك صحيح كان يكلمهم حتى من هذا المبدأ قولوا لا إله إلا الله تملكوا أعناق العرب والعجم يعني هذا اللي انتوا تبعونه وبعدين أنا جيت ما بأموالكم ولا مناصبكم ولا تجارتكم فهو قاعد يطمنهم أنا كنبي ما بأي شي منكم أنا كنبي بضيف لكم انتبعتوني بتملكون الدنيا وبتملكون وبتعيشون في سعادة حتى الآيات القرآنية في هذه الأوضاع اللي هو يعذب واصحابه يعذبون الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه في أسلوب التعامل معهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يعني لا تتعامل معهم بالمثل لا تعامل معهم بالأحسن من أجل إيش إنقاذ هؤلاء من النار هذه هي الغاية التي يتعامل فيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهدا بخاردي النصيحة هذه اللي من ربنا للرسول عليه الصلاة والسلام أن رد عليهم بالتي هي أحسن هذا الشيء نحن نشوفها حتى في وقعنا اليوم يعني تلقى واحد اليوم حتى في السوشيال ميديا ممكن يغلط يقول كلمة غلط مفرض أنت عامل نفس ما عاملت الرسول وقتها صح ولا لا؟ يعني رد عليه بالتي هي أحسن في ناس اليوم يابون ينصحونك لكن بالسهب وبالشتم وبالتنمر فيكرهون الشخص في النصيحة نفسها والله يا أخوي هذه مش نصيحة هذه فضيحة أول شيء وهذه تنم أيضا أن في قلبي شيء عليك يصير في كره إيه لأن أنا وضحت أن في قلبي شيء عليك ولقيت شيء اللي من خلاله طلع اللي في قلبي لو أنا محب لك وأبيك تتغير ما جيتك بهذا الأسلوب ولا رديت عليك أمام الناس ولا لزلت فيك فيديو خاص يعني أحد الأخوة يقول لي أنا وأحد الشباب شغالين في نفس الوزارة في نفس البرج أنا في دور هو في دور يقول وأنا خطأت خطأ رد علي بتويتر رسالة في تويتر يغرد قلت لي يا أخوي بعد مبعال خاص بيني وبينك دور واحد يا أخوي تعالوا وقعد لا هذا ينهم أن أنا أصلا في قلبي شيء أنا في قلبي شيء ولقيت لذلك تشوف التصرفات هذه هنا قريش جالسة خطط وهم بينهم بين بعض أنمشوا واصبروا على آلهتكم هم قاعدين يشتغلون قاعدين يخططون يدفعون أموال من أجل الباطل وهذه رسالة اللي يقول لك يا براشد أصحاب المنابر وأصحاب الشاشات وأصحاب الحسابات يا أخوي هذا دينك هذا دينك يعني خطط الانتشارة خطط أن يوصل للناس يصلح مفاهيم الناس فقالوا يا جماعة خلونا نتحرك فراحوا لمن؟ أخوى رجل في المعادلة أبو طالب هو كفيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي واقف معاه يعني عمى عمى وفي نفس الوقت كافر وقتها وكافروا أنه فريقهم بالضبط فراحوا قالوا تعالى ترى الدينة ودينك واحد وهذا سفه ديننا وسفه دين آبائنا وسفه عقول يعني يمسكوا الدخوك يعني يمسكوا الدخوك ولا تركنا يعني وإحنا اللي بنتصرف معاه فكلمهم كلام طيب وهادئ وهدئ الأمور وكذا وانصرفوا بحية فترة شافوا لحظة تعالى ما صار شي محمد مستمر معنى مطالب سلك لهم وقتها يعني مطالب بس جدي صرفهم براشد اللي سلك لهم ترى موبناس عاديين كبار قريش كبار صناديد قريش أبو سفيان أبو جهل عتبة وشيبة أبناء ربيع الوليد ابن المغيرة العاص بن وائل كبار قريش هؤلاء رجوها للمرة ثانية المرة الثانية اجتمعوا وحطوا حل وراحوا يعني رايحين معاهم الحل يا أبو طالب الحل عندنا وش الحل اللي عندكم قالوا شوف احنا جايبين لك واحد من أجمل فتياننا وأذكاهم وأعقلهم وأغناهم أمارة بن الوليد بن المغيرة معروف بنعطيك إياه وعطنا وعطنا محمد نقتله واعتبر هذا ولدك وتربيه بعف الرد هنا أبو طالب داهية مو شخص عادي أصلا ايه قال والله بئسة ما حكمتم يعني ايش المعادلة هذه أعطيكم ابني تقتلونه وتعطوني ولدكم أغذي وربي وكبرى أشيء الهمة زين فرفضها رفض تام منطق يا أخي فردوا يعني شوف التشويش اللي عندهم يعني حد يفكر بالطريقة هذه هذه المرة الثانية إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذه المرة الثانية المرة هذه شافوا الموضوع لا يطاق محمد أتباعي زيدون عمر أسلم وحمزة أسلم وما يدرون بكرة من بي أسلم والأعداد قاعدة تزيد قالوا لا لا ما يفايدة نروح نجلس معاه جلسة حاسمة ومش مثل كل مرة أخذوا عطا لا كراحنا عندنا كلام بنقولك وبنمشي شوف يا إحنا يا محمد يا تمسكه ولا يصير بيننا وبينك قتال ولد أخوك سبعة لهتنا وسبعة قائدنا وقلنا لك امسكه ما مسكته الآن القضية قضية حرب إحنا وأنتو يعيش واحد منا يا ذابح يا ذابح يا مذبوح ومش هو يعني قطوا الكلمة بدون ما يسمعون ردة ومش هو دليل منهم عصبين الجماعة هنا أبو طالب جلس مع نفسه وبدأ بالفعل يراجع الوضع الآن وصل لمرحلة لا تطاق طلب أن يقابل محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء فقال أبو طالب يا ابن أخي إن قومك شوف إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك يعني لا تحملني فوق ما أطيق النبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف يعني واضح أن أبو طالب بينسحب جاء له شعور أن عمه رح يخذله لأول مرة وما يقدر يواصل في حمايته يعني ما أقول أبو طالب ممكن يخذل الرسول وصية أبوه فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتماده الأول على الله عز وجل أبو طالب موجود مش موجود الرسالة مستمرة الدعوة مستمرة قوة النبي وثقته بربه مستمرة فتخيل معي في مثل هذا الموقف اللي هو موقف ضعف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله أكبر في أعلى ما يكون يعني يقين المسلم قال يا عم أترى هذه الشمس قال نعم قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك من أن تشعلوا لي منها شعلة الله أكبر أنتوا تقدرون تجيبون لي شعلة من الشمس أنا نفس الشيء أنا ما أقدر أترك هذا الأمر أنا مع هذا الأمر حتى يظهره الله عز وجل هنا استعبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يبكي لا أدو صلت أن الرسول بكى معناته فعلا مخذر ترى ما هو طفل صغير الآن حنتكلم الآن عمره 46-47 سنة تخيل فبدأ يبكي فولى يعني يبكي بدموعه وانصرف أبو طالب هنا تأثر تأثر لدموع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر لثقة النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأه ورسالته فقال أقبل علي يا ابن أخي تعال ارجع فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا قلت لك يا براشد كفو والله كفو لو تلاحظوا وإحنا نمشي في تسلسل السيرة كثير من السقطات لها علاقة بواقع غزة اليوم السيرة منهج حياة احنا قاعدين نعيشها اليوم بأحداثها بواقعها اللي قاعد يصير اليوم احنا قرأنا من 1400 سنة هذا هو الآن هناك من يعيش لمبدأ ويموت في سبيل المبدأ وما عنده مشكلة وهناك لا يريد أن يرى أصحاب المبادئ يعيشون أصلا يجب أن يقتل يجب أن يحاصر يجب أن ينفى من الأرض وهذه سنة الله في الأرض شوف يا براشد والنتيجة احنا عارفينها من يقرأ القرآن ويقرأ السيرة النتيجة عارفينها احنا الله عز وجل ذكرنا هذه الأحداث وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا عندك خيارين لا ثالثة لهم هذه قوة الظالم مع المظلوم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بثنتين 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 هذا وعد الله عز وجل هناك من لا يريد أن يسمع حتى وعد الله عز وجل هناك من لا يريد أن نقول أن صاحب المبدأ هو على مبدأ صحيح لا لا تقول هذا الكلام حتى أصحاب المبادئ الصحيحة لا أسكت عنهم ليش أسكت عنهم؟ إذا نتكلم عن من؟ وبعدين يا براشد أحنا برنامجنا دين وطين وإذا تكلمنا عن غزة تحديدا فنحن نتكلم عن دين ودين لأن حتى طين هم دين الله أكبر يا أخوان بل إعلانه لي ما مني فايدة شاء له الطين؟ أخواني الكرامة لما قلت عن غزة دين ودين هي ليست كلمة لأن غزة أرض مقدسة فطينها مقدس وأرضها مقدسة فهي دين ودين وهي عزة وهي كرامة وهي انتصار وهي تمكين بإذن الله قبل ما نكمل القصة بعيد الشارع عنكم أكيد في مننا ناس يعني يفقدوا أحباهم وأعزاهم في هالحياة وانت محتار شلون تقدر تعبر عن حبك لهم الناس اللي فاركتهم شلون تقدر تعوضهم بشي طيب في خدمة اسمها خدمة ثواب في قطر الخيرية خدمة عن طريقها تقدر تختار أي مشروع من المشاريع اللي فيها صدقة وتتبرع بقيمتها في ثواب صديقك أو أحد أقاربك المتوفي كل اللي عليك تسويه أنك تختار مشروع وتهديه للي تحبه بخالد هالفعلة الممكن للإنسان أن ينقذ أحد أقاربه اللي مات أردي ممكن فعلا أن ينقذه هو في قابرة طبعا يا براشي إذا مات ابنها من قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علمه لينتفع به ولد صالح فاللي بيتصدق له الآن مباشرة وهو في معسكر الموتى تأتي هذه الهدايا فيفرح بها مباشرة تخيل وعسى الله أن يخفر لأمواتكم وأن يتقبل عملكم في ثوابهم أحب أني أشكر بنكة خان الراعي الماسي اللي ترى تعاملاته البنكية كلها على الشريعة الإسلامية واللي ساعدنا ومكننا من أننا نسوي دين وطين الموسم الثاني شكرا لتواجدكم ما زالت قريش تعيش حالة طوارئ حالة عدم الاستقرار كل يوم يخسرون ومحمد يكسب حاولوا كل الاجتماعات اللي صارت مع أبو طالب ما بفايدة فقام واحد من كبار قريش عمرا وأذكاهم وأعقلهم وهو كان عارف في الشعر وعارف في السحر وعارف في كل شي يعني رجل يمثل قريش سفير وهو عتبة بن الربيعة ليش ما أروح لمحمد وكلمه وأعرض عليه بعض الأمور جاء دور المساومة الآن رح نساوم قرروا أنهم يقابلون الرسول عليه الصلاة والسلام دايركت دايركت ومساومة الآن احنا بنتفعلك تخيل بنتفعلك فقال روح سوء أي شي بس يوقف اللي هو فيه فراح وجلس معه وبدأ التمهيد فقام إليه عتبة وجلس إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي طبعا كلمة يا ابن أخي هذه للتلاطف والتقارب في وجهة النظر دائما في البداية نبدأ بشيء متفق عليه يا ابن أخي تقريب إنك منها حيث قد علمت في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فاسمع مني حتى أعرض عليك أمور تنظر فيها لعلك تقبل منها أو بعضها فكأنه يقول أنت اسمع أول شي لا ترفض قبل ما تسمع وهذه اشكالية عندنا اليوم أغلبني يتكلم الكل يتكلم ما في حد يسمع ما في حد يوثق الكلام حتى يعني يحصل على إجابة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اسمع هذا الأرض ولعلك تقبل شي منه شوفوا يا جماعة شوفوا الأدب خلنا تعلم خلنا تعلم من من سيد الأدباء محمد صلى الله عليه وسلم يقول أسمع يا أبا الوليد يا أبا الوليد أنا أسمع تفضل يعني تكلم قال يا ابن أخي رجع الآن يعيد نفس العبارة إذا كنت بهذا الأمر يا محمد تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا لحظة المال ما يعطى بهذه السهولة ولا يعطى بهذه الطريقة ويببون يجمعون للمال كله ويكونوا أغناهم طب ليش انتبه يا براشد قريش ما كان عندها هذا المال أصلا كانت فقيرة كونوا سمعة و الكعبة الشريفة وزيارة القبائل لها صار عندهم شيء من المال خوفهم أن محمد بهذه الدعوة هذه القبائل وهذه الزيارات ما تجوا ويرجعون للفقر اللي كانوا فيه ما زال الحديث مستمر قال له شوف العرض الثاني وإن كنت تريد بهذا العمل بهذه الرسالة اللي تكلم الناس فيها تريده شرفا سودناك علينا يعني صرف أنت أفضل واحد فينا ما عندنا راي ما عندنا قرار سلم ولا حرب ما نقطع بدونك يعني خلك أنت السيد علينا اسمع العرض يا براشد العرض اللي بعده وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا يعني يبوني يغرونا بالفلوس يبوني يغرونا بالملك كله اللي أملكنا خلك قائد علينا خلك ملك بس اترك اللي قاعد تسوي وإن كان هذا الذي يأتيك يعني الوحي والرسالة وإن كان هذا الذي يأتيك مس ولا شيء من الشياطين إحنا نجيبك من يعالجك حتى تبرأ منه شوف التلاطف في الكلام يقول له وقد الإنسان يمرض يا محمد يعني أمر طبيعي يمكن تيك مشكلة يمكن يقرأ عليك يقرأ عليك طلع اللي موجود فيك وإحنا هالخدمات كلها مجانية شوف الآن يا براشد خلنا نتعلم الأدب الراقي والإتيكيت المحمدي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة قاعد يقدم عروض جداً سيئة خلنا نعطي مثال يا براشد لو رحنا لرئيس دولة قلنا له احنا بنعطيك فلوس أي قرار بنتخذ لازم بنرجع لك بنعطيك زوجة جميلة وإذا صرت مريض بنعالجك بس اترك الحكم شو تقول انت أنا كلمك عن رئاسة ما كلمك عن نبوة معناها الرجل اللي رايح عقلية جداً سطحية ومع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم ينصد ما قاطعة وقال له من البداية رح أسمع كل شي وسمع وهذه أيضاً أدب لنا زوجتك عندها مشكلة قاعد تتكلم يا أخي هذي كلها تبربر لا يا أخي خلها تتكلم خلها تتكلم ترى أنا بحكم شغلي في الاستشارات أحناً ديني حالة أجلس معاها أقعد أدون أدون المشكلة أكتشف في النهاية أن هذا الإنسان وهذه الإنسان الجايين يبقون إيش يفضفضهم بس اسمع لهم هو عارف الحل هو ما يبي يقولك الحل لا لا هو عارف الحل بس يبي يتكلم يبي واحد ينصط لي يسمع لها ترى يا جماعة هذا جزء من العلاج جزء من الحل إن أنا أسمع لك مع ولدك مع زوجتك مع الناس مع مسؤولك مع موظف عندك اسمع لها اسمع لها اسمعنا فاستمع للنهاية آخر شيء شوف الختام الراقي أنتهيت يا أبا الوليد وكنا بعد خلصت كلامك خلصت كلامك يا أبو راشد خلصت كلامك يا أبا الوليد قال نعم قال إذن اسمع شوف أنا سمعت عشان تسمع من باب المعاملة بالمثل قال أفعل أسمعك أسمعك النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس يعرض عليه كلام وكذا لأن اللي قدامه عربي فصيح له في الشعر عارف الشعر وعارف النثر وعارف كلام العرب فكلمه بأقوى كلام قال وهو كلام الله فقال نبي صلى الله عليه وسلم بدأها بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كأني عرف بالإله اللي هو من صفاته رحمن ورحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا عربيا لقوم يعلمون ما ذمهم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون يعني يقول لي اسمع اسمع فهو بشار لك اسمع فهو نذير لك وكمل إلى أن وصل عند قوله تبارك وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا هذه الأصنام اللي عندكم ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين السماوات طاعت والأراضين طاعت لله عز وجل أتت طائعة لله وأنت لماذا لا تطيع كأن الرسالة هكذا السماء تطيع والأرض تطيع أنت لماذا لا تطيع حتى إذا وصل عند قوله تعالى فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود مباشرة قام أبو الوليد ومسك فمن نبي صلى الله ناشتك بالله والرحم لا تكمل طلبتك اسكت طلبتك اسكت لأنه لو قال معناته بيسكت رح يصير قام الوليد مذهول كأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتحم عليه كيانة الصدق يا جماعة الصدق خاطب الفطرة وهو خاطبه بلغته فذهب إلى قومه وهو رايح لهم قاعدين يشوفونه العرب أذكياء العرب عندهم فراسة وهو جاي قاعدين يقرؤون وجهه العرب يقولون هكذا يعني كيف تعرف الرجل قال أعرفه وهو مدبر يعني معطيك ظهر رايح قال كيف إذا كان مقبلا قال ذاك الكتاب ونقرأه فيه عتبة وهو راجع مشركين قاعدين طالعونا قالوا لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به تغير تغير ويهم تغير اقتحام صار على قلبه على مشارع على تفكير على كل شيء يعني هم كانوا شدين تظهر فيه عتبة طبعا وهو رايح مبتسم والقوي سيطر أنا اللي مختاريني سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه بآيات الله أكبر بالكلام اللي أقوى منه وليست أي آيات وضحنا النظام الكوني أن السماوات الأرض الجبال الأنداد اللي عندكم يربطها بالسماوة والأرض بعدين يجيب لذكر الصنم اللي أنت صنعته من خشب أفلا يتدبرون أفلا تبصرون أفلا تعقلون ولغتك يعني اختيار ذكي للآيات جدا زين يعني راح لهم وإيها متغير شاللي صار قالوا ما ورائك يا أبا الوليد في شيء احنا قاعدين نشوفها بس خلنسمع قال ورائي أني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر هو شاعر ولا هو بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي خلوها في ويهي خلوها في ويهي يا معشر قريش أطيعوني أطيعوني اسمعوا كلامي هالمرة واجعلوها بي خلو بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه تركوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأا هذا بتصير لقصة هذا موسى عادي والكلام اللي انقال عادي هذا بيصير لخبر بين الناس بين القبائل عثبه أعطاهم خيار حلو قال انتو صبه العرب فقد كفيتموه بغيركم يعني لو العرب اقتلوه ولا اسجنوه ولا اسروه تهى الموضوع وان يظهر على العرب اذا انتصر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس به شوفوا يا جماعة الآن الخيارات والله انا قاعد احللها شوفها منطقية بحيث ان اذا انتصر يعتبر نصر لكم واذا ناس غيركم قتلوا انتو سلمتم وان اصابه العز فاعزه عز لكم عزكم طيب ليش ما تقبلون اش قالوا قالوا لقد سحرك محمد رده المربع لا في فايا لقد سحرك محمد طيب هذا اللي انتو تقولون سحرك محمد هل هو الطفل انتو اخترته من الاحسن افضلكم الاحسن افضلكم اذا كان هو محمد استطعن يسحر عيل انتو من باب اولاكم تنسحرون ايضا هنا الرجل هذا يعبر عن سلبية في داخله وانه مش صاحب قرار ليش قال لهم والله هذا رأي فاصنعوا ما بدا لكم طيب وانت هو خاطبك انتو خاطب من وراك انت ايش موضوعك الان لا والله انا ما ليخص انما انا رجل من قومي عالي طول اهتز من كلامه من قلول ان احسحرك اهتز انا توقعت عقب ما قال سألتك بالله والرحم انك تسكت انه خلاص رسالة وضحت لي وعرفت انا على ضلال اول ما رجعك والله يا جماعة ترى انا مع الحق تجون معاي ولا ترككم قال له خلاص سكت وانا معاكم يعني جربوا الاذاء وما نفع وما نفع وعقبها جربوا انهم يروحون لأقرب الناس اللي هو عمه مروا مرتين وثلاث وجربوا المساومات وجربوا الاغراءات وقالوا له هذه الفلوس وهذا الملك وهذه السلطة بس خلاص فكنا واسكت وجابوا اكبرنا معتبة وراح للرسول نفسه وواجهها ويهبويه ورجع لهم وهيها متغير يعني هم خسروا في كل المحارك هذه سووا بعدها صحيح ردوا يبراشد المربع الاول الاذاء وهذه حجة الضعيف بدأت قريش تخرج الغل والحقد وكل انواع التنكيل على المسلمين التعذيب مختلف ضاقت عليهم مكة ووطنهم اللي هم فيه ضاق عليهم بدأوا يسؤون يا رسول الله ايش المخرج اول مرة لانه زاد عليهم التعذيب يا رسول الله ما المخرج الى اين يا رسول الله يعني نريد نريد حل المشكل اللي احنا فيها يعني اذوهم اكثر من اي اذية اسبقت لانه ما بقى عندهم سلاح يستخدمونه خلاص ابو طالب والحوار والنقاش وكل هذا ما منه فايدة رجعوا مرة ثانية للتعذيب الان كأن الاسلام في ازمة ازمة حقيقية بين القائد والاتباع الاتباع تحملوا لكن زاد عليهم وما قاعدين يشوفون انفراج عدد المشركين كبير وعدد المسلمين قليل وما عندهم حيلة ضيقوا عليهم ضيقوا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد وقالنا من قبل يا براشد ان القائد يلازم يعرف دوائره ودوائر الاخرين والفرص مش فقط اللي متاحة هنا الفرص المتاحة في اماكن اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كما انه رحمة للعالمين فهو لازم يعرف هذا العالم شون عايش ايش الحكومات ايش الدول اللي حوله فصلى الله عليه وسلم من خبرته السابقة هجراته الى الشام والى اليمن وخبراته جرب ان يطلع من الازمات من قبل جرب فقال المسلمين ان في الحبشة ملكا لا يظلم عنده احد فاذهبوا الى بلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا ما انتم فيه اذا هذا انفراج وهذا باب ممكن لكن اختيار ان هذا الرجل عادل ما يظلم ما يظلم احد يا براشد هو الان سيرسل من اصحابه سيرسل بنته سيرسل زوج بنته رح يرسل عمه ما ارسل مش جرد ان يجرب على بعض المسلمين اذا الوضع زين لا لا جرب اهل بيته وراح يطرشهم ويرسلهم في مكان مؤمن انهم لن يظلموا وإلا هم في مكان ظلم فهو عارف وين رح يروحون وكيف رح يعيشون للعلم يا براشد هذا الملك مسيحي مش مسلم يعني الرسول تعامل مع مسيحي والرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اصحابه عنده ومدحه بانه عادل وترى على الفكر المراحة ووصلوا رسالة هذه قالوا ان نبينا خبرنا عنك انك عادل لا يظلم عندك احد قال هو تكلم عني بهذا الكلام يا اخي شوف السياسة كيف تكون لا احنا حلوة السابق يعني رحوا عند ملك والملك هذي مسيحي ابي التفاصيل طبعا لما امرهم بالهجرة يلا شلوا وراثهم وراحوا لا لا القضية ليست كذلك انا قلت لك من اول يوم في تسلسلنا للسيرة ما في شي يستوي عبث ايوه ما في شي طيب من المتحدث الرسمي من القائد من المسؤول يرجعون لمن فريق فريق في لقيادة المتحدث الرسمي هو جعفر بن أبي طالب هو اللي رح يتكلم هو اللي رح يناقش اذا صار لانه رايح لمكان في ديانة اصلا وفي قساوسة في رهبان القصة ما هي مجرد انك تداش عزبة ولا داش بر لا رايح لدولة دولة دولة وسبحان الله يا براشد قبل الهجرة هذي تنزل سورتين سورة مريم وسورة الكهف لحظة انا قاعد افكر في السبب مريم الملك مسيحي صحيح صح صحيح لان اكيد المسيحيين يحبون سيدتنا مريم صحيح الكهف ليش الكهف تتكلم عن الهجرات وتتكلم عن مآلات الامور وقد ترى امر فيه يعطيك انطباع لكن مآلاتها غير وانت عارف سورة الكهف وما فيها من كل جمعة نقراها في كل جمعة وما فيها من اسرار كانت هناك نظرة لكن المآلات كانت غير وهنا قتل وكانت وفي النهاية السفينة وكان فيها ايضا المآلات كانت كلها عكس ما نتوقع فانتوا يا جماعة الآن كأنكم تشوفون كأنكم تشوفون الامر سيئ تركتوا الوطن وتركتوا الأهل وغادرتوا لا لا سيجعل الله بعد ذلك مخرجا بدأت الهجرة جماعات جماعات المجموعة الأولى 18 المجموعة الثانية 85 حدود المئة شخص الآن غادروا تقريبا ثلث الإسلام غادر البعض يقول يعني هم هاجروا فرارا بالدين هم هاجروا للضيق صحيح لكن هناك من يقول لا لو أن أهل مكة كمسلمين أبيدوا جميعا هناك من المسلمين منهم خارج مكة صحيح موجودين في الحبشة احتياط احتياط وبقوا هناك والنبي صلى الله عليه وسلم يثق بأصحابه وأنهم سينقلون صورة الإسلام كما ينبغي وما أرسل أي واحد مثلا من اللي سافروا إلى الحبشة سيدنا عثمان من العفار رضي الله عنه وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسامي مهمة أسامي مهمة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخالي حنا نحن نجد بيهاجروا من مكة ليه الحبشة عشان بس أنا والمتابعين نكون عارفين الرحلة شون كانت وين الحبشة وين بالضبط أفريقيا من مكة ليه أفريقيا عن طريق البحر تحديدا القرن الأفريقي اللي هي اليوم أثيوبيا آه أثيوبيا زين سؤال أحيانهم راحوا نعم قريش خلوهم يعني خلوهم يروحون يسوفرون بكل هدوء قريش طبعا علي مد بهذه الهجرة تتركهم؟ لا شوف يا براشد أنا أحيانا أتعلم من أهل الباطل كيف يصبرون وكيف ينفقون جهزوا داهية من دهات العرب عمر بن العاص وتفعوله فلوس وهدايا وكنوز يوديها وين؟ معال الحبشة يعطيها الملك عشان يطردهم مرة ثانية ويرجحهم يعني يلحقوهم عشان يؤذونهم هناك نعم انطلق عمر بن العاص بهدايا والذهب والجواهر إلى صديقه اللي هو الملك آه الملك رفيجة الملك رفيجة لأن عمر بن العاص كان تاجر فرايح رات فيعرف الطريج ولذلك أرسله تحديدا هو داهية العرب ذكي ومحاور ويعرف وأيضا عنده علاقة بالملك فدخوله عليه سهل الملك شا اسمه؟ اسمه أصحمه النجاشي طبعا يابو راشد عمر بن العاص وصل مباشرة إلى الحبشة مباشرة إلى الملك وسلم الهدايا والهدايا كانت كثيرة ليست كعادته كأن الموضوع في رشوة فدفع له وجلس طبعا هي هدية والنجاشي قبلها حكم العلاقة والصداقة اللي بينهم وإن كانت شوي زيادة هالمرة وكان مع عمر بن العاص رجل يسمى عبد الله بن ربيع فقال عمر للنجاشي أيها الملك إنه قد صبع إلى بلدك من غلمان سفهاء شوف أول شيء تكلم سفه الناس وإنهم صبيان وإنهم غلمان يعني كأنهم أطفال صغار سفهم فارقوا دينا قومهم ولم يدخلوا في دينك شوف جاب معه فصار عمر بن العاص ونجاشي ضد هذه الفئة يعني عمر يقول حق الملك إنه جوك أوردي يعني هم وصلوا صحيح هم وصلوا الحبشة آه يعني هم وصلوا بس ما قابلوا الملك لا ما لهم علاقة بالملك هم أصلا هم أقاموا في البلد هذا وعايشين حياتهم آه يعني عمر وصل بعدهم بس يسوي لهم مشكلة يبي طلعهم فقالوا الشعر وحق اللي بينه بينه علاقة اللي هو الملك جميل استغل العلاقة هذي عشان يعمل كنسل على إقاماتهم ايه ويطلحهم ويطلحهم هنا أيضا واصل عمر وقال كلام أيضا خطير وفيه دهاء شي يقول اللي يرسلونا لك ترى أشراف قومهم من آبائهم وعمامهم وقبائلهم وعشائرهم حتى تردهم لبلدهم وهم أدرا فيهم شوف يا براشد دهاء عمر البطارقة اللي هم حول الملك بعد دفهم بهدايا بخشيش رشاوة عشان يصدقون كلام عمر مباشرة فمجرد ما انتهى عمر من القصة على طول إش قالوا صدقوا أيها الملك قومهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا فيهم أسلمهم إليهم يردوهم إلى بلادهم وإلى قومهم البطارقة هم يعني المسيحيين يعني امطاوعة المسيحيين اللي هم من القساوس يعني اسطلح حلوة ليه المفرض الملك أنه يختنع في كلام عمر شو سوى شرادة الفعل كلام منطقي لولا أن هذا الملك حسب المواصفات اللي ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم صحيح أنه ما يظلم عنده أحد يعني لازم يسمع من الطرفين الطرفين حتى لا يظلم أحد ولأنه ذاق المر والظلم فما يحب يظلم النجاشي زعل غضب شديد على البطارقة تحديدا أنتوا علي أساس التخذون قرار الطرف الثاني ما تكلم قال لا والله لا أسلمهم ولا أكادوا قوما أي لا أخادع قوما جاوروني نزلوا في بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذاني في أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهم وردتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني أنا أشهد أن أعادل صدق رسول الله هنا طلب المسلمين تعالوا يا جماعة أنتوا جايين بلدي وجارسين معلش حياكم بس تعالوا في قضية في شكوى عليكم الآن تعالوا بروا نفسكم والله يا بخارد بعد درس في حياتنا الواقعية نعم إياما نسمع كلما من شخص وشخصين ونصدق يمكن شخص يكون غريبة مبالك صديقك اللي جايك ويقولك الكلمة هذه صديق قديم وتاجر عود ومعروف النداهي أو ذكي بعد ما نسمع بكلامه ولا بكلام اللي معاه ولا بكلام مستشارينه اللي يعتبرون القساوس أقلنا طاوعة المسيحيين نعم سكتهم كلهم وقال أنا ما راح أظلم حد راح أسمع من الطرف الثاني والله عظيم منها حكم حكم اليوم تنقال والله ومشي على مبدأه لو أنا جالس أحل الموقف بقول يا أخي خلاص النجاشي راح يتخذ قراره مباشرة لأن الكلام اللي قاعد يقوله عمر كلام منطقي واللي حوله من تفقين واللي حوله من تفقين والمجموعة هذه إيش راح أستفيد منهم أصلا يخلي رجعون وخلاص مع ذلك قال لا طبعا نجاشي طلب المسلمين جو ما يحرفون ليش السالفة أول ما شافوا عمر بعد هما مبسهلين هم دهات عندك جعفر في الطرف الثاني كفة هنا عمر والكفة هنا جعفر جعفر أول ما جعفر شاف عمر درج السالفة معناته في منافرة بتقوم بين ثلاثة تقريبا الملك عمر بالعاص جعفر بنهابي طالب سأل نجاشي المسلمين السؤال واضح ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في ديني أحد هذه الأمم يعني أنتو أصبحتم بلا دين الآن بدأت المناظرة الآن يعني أحب نغيب من كلام أقوى كلام عمر ولا جعفر إشقال جعفر أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته أيضا يابو راشد ما أذكى وما أجمل كلمات جعفر الآن كره ما كان عليه آباه واجداده من القيم والعادات السيئة اللي كانت موجودة وبدأ يعطيه البدائل ثم أكمل فقال فدعانا نبينا إلى الله وحده نعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة صلة الأرحام كلها أعمال وحصن الجوار الكف عن المحارم الدماء نهانة عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقث المحصنة كأنها قيم إنسانية يا براشد قيم أي إنسان يسمع فيها يقول لك والله هذا هو ما نأكل مال يتيم أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا أمرنا بالصلاة أمرنا بالصيام أمرنا بالزكاة فصدقناه آماننا به فاتبعناه على ما جاءنا به فعبدنا الله وحده وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحللنا فعدى علينا قومنا الاثنين ذيلا واللي وراهم في مكة فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من دون عبادة الله تبارك وتعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك شوف الآن انسبونا ها إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا أن نظلم عندك أيها الملك يعني لو تلاحظ بخارد أن شرح الإسلام في جمع قليلة صحيح وكسب ثقة الملك في أن يمدح الملك بصفات صحيحة هي موجودة في الملك عمر بن العاص خسر في الجولة الأولى وهو طالع بدي خطط لجولة الغد قال والله بكرة أجيب لهم يعني فخ ما يطلعون منه ثاني يوم عمر بن العاص من الصبح الظاهر ظاهر نتريق مع الملك وقال أيها الملك إنهم يقولون في عسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عسى بن مريم يعني يبي كره الملك فيهم غصب فقام جعفر وقال نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وقاه إلى مريم العذراء البتول فضرب النجاشي يده على الأرض يا الله تأثر هنا بكى النجاشي حتى بل لحيته عندما بكى النجاشي الأساقف أيضا بكوا عندما سمعوا هذه الآيات ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة يا شباب النجاشي يتأثر بالقرآن وعتب بن ربيع قبل قليل يتأثر بالقرآن وبعد ذلك الجن سيتأثرون بالقرآن ويقولون سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به طيب إحنا شو وضعنا مع القرآن متى سنتأثر به متى سنتغير من خلاله ثم قال النجاشي لجعفر ما عدا أي ما تجاوز عيسى بن مريم ما قلت يعني اللي قلت هو نفسه اللي قال عيسى بن مريم عندنا اذهبوا فأنتم الآمنون من سبكم غرم من سبكم غرم يكررها عليهم يعني أنت في أمان فما أحب شوفوا شوف الكلمة يا جماعة فما أحب أن لي جبلا ذهبا وإني آذيت رجلا واحدا منكم رد عليهم هداياهم فلا حاجة لنا بها يا الله شوفوا يا جماعة فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي أفآخذ الرشوة وأنا فيه الإنسان اللي ينظلم ما يحب يظلم غيره قرار النجاشي ترى من بسيط يعني فعلا رجل ما يظلم موضوع أنه يقطع علاقته في عمر بن العاص رفيجة تاجر العود الذكي الداهية وجايب لي الهدايا والذهب والفلوس قال رده رده كل شيء وهذه نصيحة فعلا إذا الله سبحانه وتعالى أرزقك وعطاك اللي ما أعطى غيرك لا تنسى فضل عليك شوفوا الملك هذي هو مسيح في وقتها ما نسى فضل الله براشد المؤمن كالغيث حيثما وقع نفع لما راحت هذه المجموعة لي قريبة من المئة إنسان إلى الحبشة صنعوا سمعة طيبة بين الناس بخلاقهم بيتعاملهم ما كانوا عالة كذلك على المجتمع بدوا يصنعون صناعات الجلدية البسيطة وكانوا يبيعونها بسعر بسعر بسيط حتى المجتمع هناك بدأ يحبهم وفعلا كل واحد يسافر هو سفير البلاد وسفير لدينة فهم بيضلوا بالفعل يا براشد أنت سفير يجيني واحد يقولي لا 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 أنا مثل نفسي أقول لا أنت ما تمثل نفسك غصبا عليك تمثل دينك وبلدك النجاشي يا براشد صار عليه انقلاب بس الظاهر العملية ما تمت مئة في المئة أول ما فكر في ضيوفه المئة رجل شو سوى فكرة ابداعية وهو قاعد يواجه انقلاب أسكري صاير عليه والحكم اللي رجع له بيروح عنا مرة ثانية لكن قاعد يفكر في المسلمين اللي هم ضيوفه حطهم في سفن وخلاهم في البحر وقال لهم إذا تم الانقلاب ارجعوا خلاص ارجعوا وإذا ما تم فهذا بلدكم وترجعوا في مرة ثانية يعني أول ما فكر فيه ضيوفه مع أنه في وسط الانقلاب مفروض أن على الأقل يكلمهم يقولهم مثلا تعالوا دافعوا عني حربوا معاي شيلوا سلاح ايو الله شيلوا سلاح يقولهم لا لا ركبوا السفينة هذه إذا صار عليه الانقلاب ارجعوا مكانكم لا لا رضي الله عن النجاح فإن الرسول اختار أن يروحون له الله أكبر وهم جارسين في السفن يدعون الله عز وجل أن هذا الإنسان يبقى على حكمه أم سلمة كانت معهم في السفينة تقول لهم ما فرحنا بشي بعد مقابلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فرحنا أن هذا الانقلاب ما نجح ما تم نقلاب ما تم انتصر انتصر وثبت الله عز وجل الملكة وهنا يا أخي الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم شوفوا هذه رسالة واضحة سهلا فعادوا آمنين مطمئنين وواصلوا جلوسهم في الحبشة تقريبا 15 سنة وأجمل ما في القصة أو ختام ما في القصة أن النجاشي أسلم والله بغيت أسئلك هذي أسلم ولا لا يا خي صفاتي زي بكل هذي أي والله يا أخي انتفرح نرجع الآن يا أبو راشد إلى مكة قريش ما زالت تحاول إيقاف الدعوة لكن لا حياته اللي من تنادي مساكين بدلوا كل جهدهم وسعهم لكن ما استطاعوا الدعوة مستمرة والأعداد في تزايد والبساط يسحب من تحت أرجلهم فكروا الآن في فكرة خبيثة ألا وهي قتل محمد صلى الله عليه وسلم اغتياله من درب السالفة أبو طالب عمه عمه وحش وهو وعد أن يوقف جنبه وعد ووفه شو نعرف على اغتياله دار الندوة اجتمعون فيها بوجود أبو طالب بدلت تصير اجتماعات من غير ما يكونهم موجود حس إن الأمر فيه إنه ودارنا فيه محاولة اغتيال بتصير للنبي صلى الله عليه وسلم شسوه جمع بني هاشم الشباب قال كل واحد فيكم يخبي في ثوبة حديدة في يوم معين وساعة معينة أنا رح أدخل الكعبة ومعاي محمد كلكم تدخلون كل واحد فيكم يقف خلف سيد من سداد قريش والإشارة من عندي فلما دخل أخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها وقال يا قوم يا معشر القريش أتدرون بماذا هممت بماذا هممت فأعطى الإشارة لأبناء بني هاشم فكل واحد منهم طلع الحديدة وقدام السيد من سداد قريش يعني أنا أقدر أخلص عليكم وكلكم ضربة واحدة ضربة واحدة هنا انكسرت قريش يعني محمد خطة حمر خطة مات قربون صوبة يا أبو خالد انت حي قعد زعلني والله يعني كل ما تذكر موقف كل مواقف أبو طالب رجلية أنا وايد زعلان إنه ما أسلم وايد زعلان إنه ما أسلم مش أنت كل مني شاهدنا الآن لما يسمع مواقفة يتألم إنه ما أسلم ولما يسمع قصتها النهائية يتألم أكثر شوف شون إذا واحد ما يبي يغير الفكر اللي في مخه فكر اللي يعني علشان والله أبوه ماشي على نفس الشيء وأجداده قال لكم ما أبي أغير شوف نتيجة مع أنه يدري بصدق الرسول والله إني أزعل نفس الزعلة يعني على الأحداث الأخيرة إنه أغلب الغرب اللي يواقفين مثلا مع غزة وكلامهم كله صح وماشيين مع الحق لكن مثلا إلى الآن مسلمون وحد يتمنى إن شاء الله أنهم يعني يهتدون للإسلام ووايد أيضا من الغرب مثلا من المخترعين ومن الناس اللي فعلا نفعتها الحياة وطورتها الحياة باقلهم الإسلام بس أبو طالب ذكي حس أن عملية الإغتيال ما زالت قائمة فلا بد أن يعمل عملية يحمي فيها محمد صلى الله عليه وسلم فطلب من بني هاشم بني عبد المطلب كلنا ندخل في مكان واحد نحمي فيه محمد المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين اللي يبي يدافع عن محمد يسوي اللي بقوله بالضبط فدخلوا كلهم في شعب أبي طالب يجتمعون في هذا المكان فيكونوا كلهم دائما مع بعض فما أحد يقدر يعتدي على محمد بأي شيء شعب اللي هو يعني الأرض أرض أبو طالب الشعب أبي طالب كان قريب من الجبل وفي ناس ساكلين أصلا فوق الجبال فوق الجبال يعني المناطق الغالية تعتبر آه لفيو أحلى إيه طبعا أكيد فأيضا أبو طالب طلب منهم لا نزلوا قعدوا معنا عيشوا معنا في هذا المكان بحيث أن أعداد تكون كبيرة ونكون إحنا منع لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني فيه اللي ترك بيته عشان بس يروح ويدافع عن الرسول هناك فيه اللي ترك المناظر الحلوة فوق الجبل ونزل علشان يدافع فيهم المسلم وفيهم غير المسلم وفيهم غير المسلم ولكن قضية مبدأ طبعا قريش قاعد يتراقب كل حدث يصير يتراقب أو تقيمة تفاجأت بخطة أبو طالب شلون استطاع أن يجمعهم كلهم حتى غير المسلمين ادخلوا معاهم والآن كأنه بتصير مواجهة بيننا وبينهم فأصبحوا متكتلين مع بعض قريش سوت خطة خبيثة شسوت الآن هم متجمعين قامت حاصرتهم حصار اقتصادي واجتماعي آه يعني مو بالحصار اللي هو كمكان لا لا ما حد يبيع عليهم ولا حد يشتري منهم ولا حد يزوجهم ولا حد يزوج منهم خلاص والله اقتصادي واجتماعي نعم فأصبحوا الآن يعني منعزلين تماما طبعا قريش صارت جادة في العداوة أعلنتها صريحة الحصار بدأ عشان تاخذ أيضا يعني شرعية للحصار راح توثقت هذا الحصار ووقعوا عليه القبائل سواء وثيقة وثيقة حطوها وين في داخل الكعبة سادات قريش وقعوا كلهم على وثيقة وحدة نعم وضعت وين داخل الكعبة يعني لا حد يتعاطف لا حد يجي يقول والله أنا بغير رأيي لا الجميع وقع والجميع ووضعت وين داخل الكعبة يعني كأنها تاخذ شيء من القدسية وشيء من الرسمية شوف إن الشيء مرحبين وهذه لهلهم وضافوا بنت إن ممنوع حد يسمع للداعية اللي يدعي الله عز وجل يعني يدعون أن يأثر ممنوع الله أكبر ممنوع تسمع كل من سمع تأثر كل من سمع تأثر يعني أغين نفس الشيء اللي قاعد يصير معنا الحين لاحظ إحنا أوقات نحط فيديوهات مثلاً عن فلسطين وعن الحق نعم يجون كل منصات يسكرون يسكرون الفيديو اللي نشراء والصور ما يبون أي حد يسمع وكأن البند اللي يضافه في الوثيقة بالضبط السيرة هي منهج حياة تدري يا أبو راشد كم استمر الحصار على بني هاشم؟ ثلاث سنوات ثلاث سنوات لا زواج ولا تجارة ولا حتى استماع لهم في الثلاث سنوات هذه ما في أحد من قريش أسلم تقولوا قد بقول لك عليهم أنت ما في حد أسلم ما في تأثير ما في تأثير ما في تأثير يعني بالفعل غيبوهم عن المجتمع غيبوهم عن الدنيا وصل بهم الحال أنهم صاروا يأكلون ورق الشجر ما في أكل ما في أكل مرة ثانية اللي قاعد يصير في غزة نعم ناس ما تاكل وناس وصلت مرحلها نتاكل للعلف عشان شنو؟ عشان تبقى غزة قوية أبو راشد اللي يعيش من أجل قضية يفترض يكون عنده استعداد أن يموت في سبيلها مبادئ ولا ما يعد أنه صاحب مبدأ وصاحب قضية طبعا هذا الحصار ممكن ينفك في أي لحظة بشرطين أي واحد فيهم إحنا موافقين إما تسلمونا محمد تقتل صلى الله عليه وسلم أو يترك دعوته خلص يا بو راشد إذا أردنا أن نوصف اللي صار خلنا أخذ هذا الكلام من نبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصف لنا حاله يقول أذيت وما يؤذى أحد وجعت وما يجوع أحد ولقد مر علي ثلاثون يوما في الشعب وما في بطني أنا وبلال ما يأكله ذو كبد رطب إلا ما يواريه بلال تحت إبطة رضي الله عن بلال بالأمس كان يعاني في السياد والضرب والآن أيضا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم معاناة الجوع ويعيش معاناة الجوع والحرمان وقطع العلاقات الاجتماعية طيب هذا الطعام الذي ورد تحت إبطة يعني ما كميته ما نوعه يخشة هذه هو مواشا وهو غذاء لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم هنا يخوي أبو راشد في السيرة عزاء لكل مسلم وأيضا عزالي أخوانا في غزة الآن إن قل الجوع فنذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إن قل الطعام فنذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قل طعامه إن صار الحصار والأقربون حاصروهم وضيقوا عليهم فنقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم إن من حاصروه ليسوا أعداءا خارج القبيلة وخارج العشيرة وإنما هم من أهله ومن خاصته المعركة تشتد في فلسطين لسببين السبب الأول إن أهل الحق لديهم الاستعداد في الدفاع عن حقهم وسبب الثاني إن أهل الباطل كذلك لديهم استعداد في الدفاع عن باطلهم والله عز وجل وعدنا بوعد وحرمهم هم من هذا الوعد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فأنا أمانة عندما أنظر لهذه المشاهد أتأسف على نفسي ولي أمنيات أن أكون أنا واحد من هؤلاء الجرحة أو واحد من هؤلاء القتلى أو واحد من هؤلاء الذين ماتوا في أرض الجهاد والثبات والعزة والكرامة شو هذا؟ يا بو راشد إحنا مغادرين ومغادرين لكن هناك قصور في الجنة ومدن في الجنة بنيت لأهل غزة اليوم ينتقلون مباشرة أفواجا أفواجا إلى قصورهم في الجنة من لا يتمنى هذه القصور ومن لا يتمنى تلك الحياة؟ الله المستعد أحيان قلنا في هذه الثلاثة سنين ما في أي حد أسلم صحيح لكن هذه الثلاثة سنين كانت صعبة على المحاصرين صحيح حد تغير حد ارتد صحب الحياة وهم أصلا توهم مفرش في الإسلام صحيح لكنهم خرجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في الجامعة الأولى وهي دار الأرقم من يتخرج من دار الأرقم خلاص امتلأ إيمان ها هم رجال الإسلام الذي انبنى عليه ونمت عليه شجرة الإسلام إلى قيام الساعة فجوابي لسؤالك لم يرتد مسلم خلال الثلاث سنوات عندنا صبروا طبعا يابو راشد في ناس عندهم مبدأ يعني العقل هذا مبدأ مالي مبدأ مادي مبدأ أني أنا أعيش مرتاح وخلاص فطلبوا من أمنا خديجة رضي الله عنها أن تترك زوجها في الحصار وهو صلى الله عليه وسلم وتعيش وين ما تبي وهي من كبار قريش وفنانس لوك تبوني أذون النبي أكيد يعني بيأخذون زوجته أنها تتركها يعني ولكن هيهاتة لخديجة رضي الله أن تتخذ مثل هذا القرار عاشت معه صلى الله عليه وسلم وخلت في الجوع والحصار وفي كل شيء وهي عندها الخيار أنها تخرج ولكن استحالة المسلمين الآن انقسموا لي ثلاث مجموعات وكل المجموعات يعيشون الإبتلاء والاختبار ثلث منهم يعيش الغربة وين؟ في الحبشة الثلث الثاني يعيش الحصار في شعب أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم الثلث الثالث ما زال يعيش التنكيل والتعذيب من قريش في مكة آه لأنه ممكن للمسلمين من بني هاشم فبني هاشم كانوا معرسوا على صلى الله عليه وسلم اللي غير من بني هاشم في مكة يواجهون الأدو والتعذيب بس في بعضهم في الشعب مثل بيلان صحيح وفي بعضهم أصلا ما زالوا عبيد وما أعتقوا أصلا فهو ما يقدر يغادر على كيفه هنا يا براشد تنزل بعض الآيات سبحان الله كأنها من سجين إلى سجين في سورة يوسف ويوسف كان سجينا إلى محمد وهو محاصر وكنه في السجن سبحان الله تأتي هذه الآيات بلسم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ويقول الله تبارك وتعالى حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إذن هذه آيات مثبتات للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الحين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوضع الصعب والجوع والحصار هل هو ضامن أنه ما رح يموت مثلاً؟ يعني هل هو عارف هل عنده القوة أنه يعرف؟ برشد هناك من مات في بداية الدعوة يعني لا رأى نصر ولا تمكين ولا شيء انتصر ولما انتصر آه صح فاهمتك معناة النصر مبشرط مربوط بالدنيا؟ مبشرط أصحاب المبادئ واصحاب العلم في المبادئ هم عارفين هذه العملية أن النصر الحقيقي هو نصر الآخرة والهزيمة الحقيقية والخسران الحقيقي هو الآخرة اللي الله سمع تعالى ذكر لنا فقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ثم على قال ذلك هو الخسران المبين فأكبر خسار الإنسان أن تخسر نفسك يوم القيامة وأكبر ربح وأعظم ربح هو ربح يوم القيامة المجاهد يجاهد في سبيل الله ويرجو النصر ويرجو التمكين لكن لو ما تم ذلك هو منتصر ومش منتصر هو منتصر يعني اليوم لو جينا نقيم هذا الكلام اللي نقوله على أخواننا وهلنا في غزة منتصرين ولا مخذولين لا ولا منتصرين ما نشك في ذلك هم لا شك إنهم منتصرين حتى لو خسروا الدنيا تخصد فهم منتصرين حتى لو بيته تهدم وولده قتل نصر الأكبر هو منتصر أصلا وأعدانا ترى يعرفون أعدانا يعرفون ويعرفون إيش معنات شهادة ويعرفون أن لما يقتل واحد يطلع وراء ألف ولما يهدم بيت يبني الحقد ونية زوال هذا الكيان عند ألف مليون مسلم مش واحد واثنين هو في حيرة الآن مثل ما قريش كانت في حيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن المقتصب في حيرة شا سوي أنا كل اللي عندي أسلحة فتاكة ومصلحت قتلت هدمت سجنت يعني المؤبدات بالعشرين والثلاثين أنت تفكر فيها تقول يعني يحكم على شخص يعيش بيننا يعني مئتين سنة ثلاثمائة سنة مؤبد يعني تفكر فيها شلون بس ما نفع طيب شلو في النهاية يا جماعة هناك مبادئ وهناك قيم هناك مبادئ وهناك قيم راسخة كرسوخ الجبال هذه ما تزعزع وإن ذهب جيل سيأتي جيل أقوى والله كلامك يا بخارد اليوم يعني مثل البلسم على قلوب الغزاوية وعلى قلوب الفلسطينيين فعلا تهون عليهم يعني الواحد يعني إن شاء الله هم عارفين الكلام دي ولكن أنت تذكرهم فيه أن النصر الأكبر ترهه بعدين الله أكبر حننجي للسؤال المهم الحصار هذي شلون خلص شلون انتهى وما يعلم جنود ربك إلاه الله عز وجل قد ينصر الإسلام بالرجل الكافر ثلاثة يبراشد من كبار قريش الله عز وجل استخدمهم لهذا الأمر هم المطعم بن عادي وهشام بن عمر وأبو البختري بن هشام الثلاثة ذيلا اتفقوا فيما بينهم أن هذه الوثيقة وثيقة ظلم ويجب أن تمزق عزموا الثلاثة أن هذه الوثيقة تقطع خلاص طبعا القصة طويلة وأبو جهل كون فريق ثاني ضد الأمر هذا لكن سلم الأمر الواقع لكن تعال شوف أبو طالب قال لهم ابن أخي أخبرني أن الكتاب هذه الصحيفة أكلتها الأرض إلا كلمة واحدة اللي هي باسمك اللهم روحوا شوفوا إن كان كذلك ننهي هذه الصحيفة وننهي هذا الحصار طيب الآن إذا راحوا وتأكدوا إن بالفعل الأرض قد أكلت الكتاب ولم يبق إلا باسمك اللهم شوف تاراضي صير لا إذا ما أسلموا ما أسخره بعد ما أسلموا لا والله راحوا وشافوا الصحيفة مأكولة وأيضا ما أسلموا وباسمك اللهم موجودة وباسمك اللهم موجودة ولا أسلموا ولا أسلموا شوف أبو راشد الآن انتهى الحصار انتصروا يعتبرون يعتبرونها كانتصار ومرتد أحد وحافظوا على إيمانهم وعلى ثباتهم وعلى أخوتهم خرجوا ولكن في اثنين أهم اثنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل سنده في الخارج أبو طالب وسنده في البيت خديجة الاثنين هديلا اطلعوا من الحصار مرهقين لكبر السن والوضع المعيشي تعبوا الجوع في الحصار الآن نبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحصار وسنبدأ بعام الحزن تقول لي لماذا؟ لأن أبو طالب وخديجة ماتوا في أسبوع واحد يعني هاي نقطة تتحول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني بلوت الحصار لحنا مخلصة توهى جاءت بلوت وفاة عمه اللي عزه وطبعا أكيد وسنده وأكيد أنه زعل زعل كبير أنه عمه راح وهو مش على الإسلام الصحابة كلهم تقلمين مش أنا أو أنت بس تخيل أن هذا الألم تم معه أو بكر الصديق لين ما أسلم أبوه شيبة لما جاء وأسلم قال تمنيت أبو طالب هو اللي أسلم يعني بكر شايلها لأن يدينا في صلم كم يحب أبو طالب وكم كان يتمنى ولكن هذا قدر الله طبعا في الأوضاع هذه ما زال عدو شرس مات أبو طالب بدل إذا على طول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذيت يعني كل صار قبل ما عد إيذاء كما أذيت بعد وفاة أبو طالب السند السند يعني هو في عز ضيقته وزعله على موت عمه ماتت زوجته شوف المصائب وراء بعض بخارد احنا عشنا القصة الحين وصارت فيه شخصيات نحبها وشخصيات نكرهها أنا عشت الوضع وحنا اليوم أو نهاية حلقة اليوم ودعنا شخصيتين نحبهم صح أن أحدهم مش مسلم اللي هو أبو طالب لكن ودعوا شديد أنا ما توقعت أن بنختم الحلقة ووفاة أهم شخصيتين شوف يا براشد قبل شوي كنت نتكلم سبحان الله كانها مقدمة لهذا أن نصر المؤمن ليس في الدنيا في الآخرة خديجة رضي الله عنها قدمت المال والمواقف والعمر كانت تنحط على الرأس وكانت سيدة قريش وكانت تاجرة ودافعت عن الرسول لحن قاعد تسترجع آنا استرجع بدايتها مع الرسول وشونه عرفتها يعني مش من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم ما نسو ولا لحظة من لحظاتها وعمرها يعني عفوا عمرها خمسة وستين نعم يوم كانت محاصرة يعني عمرها كان ثلاثة وستين واربعة وستين وخمسة وستين ووقت الجوع والتعب وماتت بعدها وماتت بعدها لكن جاء النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن الله يقرأ خديجة السلام راشد ما هو ملك من ملوك الدنيا بلغك السلام لا هذا جبريل من رب العزة من رب العزة نازل خصيصا لخديجة يا محمد إن الله يقرأ خديجة السلام ويبشرها بقصر في الجنة إيش هذا القصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب لحظة 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 صخب زعاج ثلاث سنوات حصار زعاج قبلها زعاج واتهامات كل كان زعاج لا لا خلاص يا خديجة أنت الآن ما في زعاج أنت الآن في قصر أنت الآن تهني خلاص انتهى هذا كل انتهى هذا هو النصر الحقيقي النصر العظيم نعم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يتوفى السند الخارجي وهو أبو طالب ثم السند الداخلي وهي خديجة رضي الله عنها وكانها رسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنك لله وبالله فأنزل الله تبارك وتعالى عليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا اللي صار كالنقطة التحول في حيات الرسول عليه الصلاة والسلام هو سمي بعمل حزن فنهاية حلقتنا كانت نهاية حزينة لكن الحلقة الجاية راح تسمعون عن هدية كبيرة جات من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول فخلكم تابعين وبشذي وصلنا لآخر حلقة في رمضان ونقول كل عام أنتم بخير وعيد الله عليكم ومبارك إن شاء الله وحيكون بإذن الله في توقف ثلاث أسابيع بعد العيد وبعدها إن شاء الله راح نكمل سلسلتها ويعذرونا على هذا التوقف أدرنا ممكن في ناس تتضايق إنها بتوقفون وايد لكن إن شاء الله بنرجع لنكمل سلسلة أجمل سيرة علشان تبقى معانا للتاريخ